أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد الذي له كل المجد يا الأبد آمين نحن في كل مرة دايما بنتكلم ونصلي من أجل أمراض الجسد ومن أجل شفاء الجسد والحقيقة أنه أمراض الروح أو ضعفات الروح وأمراض النفس لا تقل أهمية عن أمراض الجسد فبس المشكلة أنه الناس تسمع كلمة أمراض النفس وتقول لك أنا عندي مرض نفسي خبر بيض الحوني ولا أحد يريد أن يتواجه مع حقيقة أن روحه مريضة أو تعبانة بداية يعني شرح بسيط عشان نقول هو إيه الفرق بين الروح وبين النفس الروح هي الجزء الخالد في الإنسان اللي لما الجسد بينحل بالموت يعني بتنفصل الروح عنه وبتبقى وبتبقى بتخرج وبتظل خالدة بما فيها أما النفس فتموت مع موت الجسد لأنها جزء من الجسد عشان نوضح أكثر نقول أن إحنا عندنا نفس والحيوانات عندها نفس النفس هي مركز الانفعالات والغرائز والعواطف المشاعر إلى آخر وسهل قوي أنك تشوف أن الحيوان عنده مشاعر وبتجي العقد نفسية دي حاجة معروفة جدا وهبقى أديك وأمثلا فأنت بسهولة بتشوف إن لو عندك كلب مثلا ربيه في البيت بتشوف إزاي بينفعل بالحزن وبالسرور لما صاحبه يموت بيقعد على القبر بتاعه فهو عنده نفس اختصار يعني والفرق بقى هنا إنه نفس الحيوان غير عاقلة لأنه ما عندوش روح فنفسه بتتحرك بردود الأفعال لكن نفس الإنسان نفس عاقلة بسبب الروح العاقلة طيب تقول لي فيه ناس يعني اللي قال عنهم من العهد الجديد نفسانيون لا روح عليهم هم دول ما فيهمش روح لا هم دول بيتحركوا بالنفس بينفعلات النفس زي كما يحدث في الحيوانات ليه لأنه روحهم ميتة ملهاش دور يعني مش مش موجودة كيانية لا ميتة فإحنا كل ده مش هنتكلم عنه النعرضة لكن إحنا هنتكلم عن الروح إحنا قلنا بقى النفس مركز العواطف والمشاعر والإنفعالات لكن الروح بقى مركز إيه مركز الإرادة ومركز التفكير ومركز الحب وعشان كده الروح لما بتفارق الإنسان بيفارق العقل وكمان مركز الحياة بيفارق العقل ما هو بيفار مات وبتفارق الحياة لكن الروح بتظل حية و عاقلة و وقدرة حب أو الحب اللي 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 تكون فيها بيظل ممتد أو الكراهية اللي تكونت فيها بتظل فيها فإذا بقى الروح هي مركز الحياة وهي مركز الإرادة وهي مركز الحكمة التعقل وهي مركز التفكير خلي بالك إن أنا فصلت الفكر عن الحكمة عن العقل لأنه هناك شخص يكون يعني غير حكيم فهو غير حكيم هذا لابناء أنه عنده عقل بس العقل بيشتغل بطريقة غير حكيمة بالإجمال بقى خليني أقول إنه التعبير اللي استعملوا الكتاب المقدس منذ القديم لتعريف الروح هو كلمة القلب أنا طبعا كويس إنه إحنا بنتعلم أنا طبعا القلب عندنا هو العضلة اللي بتضخ الدم هذه في أنحاء الجسم بس هو في الحقيقة في علاقة بين القلب بمعنى الروح وبين القلب بالمعنى الفيزيقي إيه العلاقة إنه لما الروح تتملي من البغضة والجراح القلب ده الفيزيقي ده بيمرض والعكس صحيح لما يبقى فرحان و نفسه منبسطة بيحافظ على صحته بيخرج يتريض و يشم الهوى وبيطرح الهم معنى قلبه بيبقى زي الحديد وكذا ففي علاقة مش مفيش بس التعريف بقى بتاع الكتاب المؤدس ما كانش رايح للتعبير عن القلب اللحمي بقدر ما هو رايح للتعبير عن الجوهر القلب هنا لما نقول قلب التفاحة قلب البرتقانة يعني أعمق جزء في جوهرها ففوقت كل تحفظ احفظ قلبك ما مش قلبك مش قلبك اللي فيه الشرقيين قلبك اللي أنا شرحته ده لأن منه مخارج الحياة ومن هنا حنبتدي بقى الكلام عن مرض الروح وشفاء الروح يعني بمعنى صح هناخد جزء ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان الشريعة كتقيلة للناس انه تغسي الديك ولو تلمست جزء ميت تبقى ناجس والمرأة تبقى حائض لما تبقى حائض تبقى ناجسة وأشياء بهذا الشكل الوصايا دي اسمها في دراسات الكتاب مؤدس الوصايا الصحية كل الناس اللي بتدرس لقود عارفك كلام ده بس الفكرة انه محدش بيعلم الناس عشان يمشي مع الراقب اللي هما الناس عايشة فيهم فهي وصايا صحية هو عايز يفهم الناس انه الطمس لو ما الست ما تغسلتش واستحمت وما كانش بقى فيه حنفيات ومية والكلام ده كله ف بيتيجي بقى امراض وفطريات وحكا فهي المسألة وصايا صحية ما تاكلش الحيوانات دي وتاكل الحيوانات دي لأن الحيوانات الجارحة تجيب امراض طبعا لكن الحيوانات العشبية هتجيب امراض من اين ثم هقولي خنزير ولا البقرة حيوانات عشبية اه بس الخنزير في الطبيعة بياكل قذرات البقرة ما تكونش قذرات ومع هذا فالدودة الشريطية الخنزير كان بينقلها بصورة كبيرة دلوقتي الخنزير بقى في معالف بيستحمى بجد بيفتحوا عليهم الدش وبينظفوهم فالفكرة هي وصايا صحية فالمواجهة بقى جات مع المسيح في مجتمع الطاهر والناجس بالمعنى اللي احنا كلنا عارفينه فاااا هم بقى تلاميزه اه كانوا بيفرقوا السنابل طبعا مش كلكوا عشتوا في الريف وشفتوا الحكاية دي ان السنابل وهي خضرة اه بتبقى السنبلة نفسها خضرة والامحة نفسها خضرة فالناس بقى في الريف وكان مسموح بقى انك تقطف من اي حق عشان تاكل دي في يعني كانت جائزة في الشريعة اليهودية مش ان ده حقلي ما تقطفش لا اي حد جعان وفات على الحقل من حقه يقطف عشان يأكل مش عشان ياخد بيته عشان يأكل فالناس كانت بتعمل ايه المنظر ده طبعا كنت بشوف في الريف بيجيب السنبلة هزيه ويفرقها بايده كده فما يفرقها بايده الاشرة بتقع وبعدين ينفضها بقى ينفق ينفق الاشرة فتبقى البزنور الامح الخضرة فياكلها طبعا طعمها لذيذ وحاجة صحية وجميلة يعني وعادة منتشرة فيه البينة الذين يزرعون والذين يعيشون في الريف فهم تلاميذهم بيقطفوا سنابل وزي بكل ناس بتعمل وبيفرقوها كانوا فيه حقل يعني جنبه وبياكلوه فجوم الفرسيين قالوا له يا معلم ايه فيه مصيبة كبيرة حصل ايه إلحق تلاميذهم ما لهم بيفرقوا السنابل بأيد غير مغسول ربا اللهم ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان لأن ما يدخل من الفم يندفع الى الجوف والى المخرج ما بينجسه لحاجة انت كنته خلاص راح ولكن او بقى ده العهد الجديد ما يخرج من الفم ايه بقى اللي بيخرج من الفم هنا لا ولكن ما يخرج من الفم ينجس الانسان اللي هو ايه مثلا اللعان يعني ولا ايه لا لأنه من القلب تخرج افكار ها من الروح بقى من القلب تخرج افكار والافكار دي بتتحول الى عبارات وكلمات من القلب تخرج افكار زنا مكسورة روحك مكسورة تجي مراتك تقولك ازايك النهاردة يا فلان اه كمان ليه يا اخويا فيه ايه ما فيش امل في حاجة كل حاجة مضلمة شفت بقى اهو الروح هنيجي للاسباب بس انا بعدت بقى عن كلمة حاقدة عشان هتزعل البعض ويقولك لا انا مش حاقدة حصلش هو اللي غلطات معلش فاذا الروح بتمرد الناس بتعودة انها تعتبر ان الاشتهاء او خطيط او ان جاسب بيكون لها فعالها خطيط الزنا بكل اه حلقاتها يعني حاجة جسدية حاجة مرتبطة بالجسد لا لا هي مرتبطة بالجسد عند الحيوان لانها مرتبطة بالنشاط الهرموني وعشان كده اه كثير من الحيوانات عندها مواسم للتزاوج مش كلها طبعا فهي مرتبطة بالجسد مئة بالمئة يعني هو الحيوان مش بيحب الحيوان التاني وعشان كده بيحصل التزاوج مفيش حب هنا خاص او ده كله غرائس طبعا فيه ناس بالشكل ده الروح ماتت لكن نيجي بقى للنموذج الانساني الصحيح اللي هو ايه اللي هو الاشتهاء هو الاشتهاء عمل جسدي لا ده الاشتهاء ده الاشتهاء ده عمل روحي ده ده الروح هي التي تشتهي ايه 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 ويه اللي يخلي روح تشتهي ما مرضانا بالخطية مرضت بالاشتهاء فاذا من هو مخارج الحياة من روحك من قلبك فاعمل احفظ قلبك لان من هو مخارج الحياة هي اللي روحك يعني قلبك اللي حيمتلي بالاشتهاء او حيمتلي بالكراهية او يمتلي بالجرح يمتلي بالشفقة عن نفس يمتلي بالخوف يمتلي بالحسد وهكذا فيبتلي يشكل تصرفاتك ينقى عليك على تصرفاتك وعلى قراراتك وعلى كلماتك فا انت عارف العربية ممكن السيارة هذه تعمل حدثة يقولك حدثة بسيطة ايه الحدثة البسيطة ده عربية خبطت فيه الباب طيب نعمل ايه بيسمكروا الباب او يجيبوا باب جديد وعطوه خلاص العربية زيل فل عربية خبطت فيه الاشرانطة بتاع العربية نفس الشيء ولكن امتى الخبطة تتلف العربية لو فهو الراجل ما عندوش امكانيات وعربية اتخبطت فيش ساس فيروح اللي بيعدل ده اهو اتعادلت ايه ماشي بس تبقى على طول ماشي ايه بتحدف عارف يعني بتحدف يعني عندها الشيء معه الجوهر معه بتبقى على طول بتحدف يا يمين يا شمال يا اي حاجة مسلا تقولك العربية دي بتحدف هو ده بالضبط مرض الروح انه الروح مرضت فتبقى بتاخدك لاتجاه خاطئ على طول وانت حاسس انه اه انا مش عارف ده اللي جوايا انا ده انا لا ده مش انت ده العربية خدت خبطة جامدة في الشاسية طيب نختصر بقى و نوصل للتطبيق ايه اللي يخلي الروح تمرد اللي يخلي الروح تمرد اسمعني بقى كويس انا كده خرجت من المقدمة والتشبيهات الى جوهر الفكر روحك زي المغناطيس متفاعلة زي ما المغناطيس متفاعل مع المجالات المغناطيسية اللي حواليه سلبا او ايجابا فروحك بتلقائية متفاعلة مع الارواح اللي حواليك سلبا او ايجاب سواء الارواح اللي حواليك دي ارواح الناس اللي حواليك يعني ايه ارواح الناس اللي حواليك يعني فلانة اللي جنبك مليانة من روح الاشتهاء مثلا المعاملة بقى مع فلانة اللي فيها يجي فيه والعكس يعني فلانة العكس ان فلانة هو اللي مليان نروح الاشتغال مش يعني بنزل من مرأة لا هي وده بقى اللي بيشكل مصدر نقل التأثير والغواية والناس تقع في الخطيئة روحك وانت بتتعامل مع فلان بتتعاملي مع فلان اللي زميلك ده وهو مرضان روحه مرضانة بالخطيئة بالاشتغال التأثير بيجي عليك يجي عليك ازاي من الكلام اه الكلام عمل تواصل فاللي في روحه جي على روحك الاول وبعدين من روحك سمع في نفسك وجسدك وكذا بلاش الاشتغال مرات كتير اه الصوت صوت صوته ينقلك ينرفزك وهو مجروح ومليان غضب وبيكلمك بطريقة مصيرة للغضب هو هو كده اللي مليان روحه مليان فانت مش اللي مش متضرب بقى وهنقولنا اتضرب ازاي التأثير بيخبط روحه فيتنرفزه واقع فالتأثيرات بتتنقل من الاخرين من ارواح الاخرين طيب بيت القصيد ايه التأثيرات اللي جاية من الروح الشرير طبعا في روحك بتتعامل مع روح القدس لو انت عارف سكته برضه خلينا الوقت في المعروف للكل كده انا وصلت لبيت القصيد اللي هنأسس عليه الروح الشرير بيرمي الفكرة جواك ايا كان نوعا غيره حسد شاوه خوف اي حاج بيرميها في صورة فكرة وتأثير يعني ايه يعني فكرة في في ذهنك وفي عقلك وتأثير بينقع على نفسك يعني مش مش مجرد يجيب لك فكرة تخوفك اهي فكرة لا وهو بيجيب لك فكرة مخيفة نفسك بتخاف وهو بيجيب لك فكرة شهوانية جسدك بيتفاعل كده فالروح الشرير بيجيب لك في سياق انك تفكر انك تستعيد قصة حكيها لك اه زميلك فانت مش شايف ان فيه بليس بليس ايه ما بليس الا بنيه بس ابليس عارف ازاي يرمي الفكرة جواك بعض الناس اللي عايشة في كنايس بتعلم عن ما هو بروح القدس والرب قال لي اه والرب قدني والرب اه اداني رؤية والرب اداني اعلان يكونوا غير مدربية فييجيب ليس يديلو اعلان حدش يزعل حدش يزعل انا منعلم فييجيب ليس يديلو اعلان فييجيب ليك رب قال لي ايه الفرق وحنختم بقى بالجزئية دي النهاردة ويبقى انك كمالة الاسبوع الجايد ايه الفرق بين ان الصوت او الفكرة اللي رماها ابليس جواك هي من ابليس وبين الفكرة والصوت اللي من الروح القدس لو كان الرب قال لك بصحية اول علامة ان الصوت ابليس لما بيجيلك فيه فكرة بيبقى بيرخم عليك يعني ايه بيرخم عليك يعني بيضغط عليك بيلح عليك بيقهر ارادتك بتبقى مش قادر تخرج من الفكرة مش عارف تقومها يا اما بخداع اللزة النفسية انك هتنتهم منه يا بخداع اللزة النفسية برضه الشفقة عن نفس يا مغلوب يا مظلوم يعني اللي افترى علي وعمل فيه يعني يا اما اللزة الجسدية بالشهر فهو بيديك طعم وفي الوقت نفسه بيرح عليك وفي الوقت نفسه بيحاصر ارادتك قولا واحدا هذا ابليس وفي الوقت نفسه على طول لو كان الصوت من الروح القدس بيديك اعلان تحس انه بيديك راحتك في استقباله مفيش الضغط ده وانه وانه وانت بتستقبل الاعلان بتاعه تحس انك بترتاح في المسيح يعني الروح القدس مش هيديك اعلان ضد رجيل او اعلان يخليك تغلي او يخليك تنتقم الخدعة هنا وعشان نختم بقى ونبقى قولنا فكرة على بعضها طالما ان الفكرة التي تلح عليك اه بتتقل عليك وبتصادر اردتك وفي الاخر بقى كمان بتحزنك بتمرضك بتجرحك بتقلمك يعني ساعات اه في ناس تاخد اعلان في الروح انه اه ابوها يتوفى مسه انه حيشيل صليب مثلا انه مش عارف ايه يبقى الاعلان بيقوله هتشيل الصليب و الفرح بتاع الروح القدس بيملاه شفت بقى الفرق مش بيجرحه مش بيحزنه مش بيسحقه مش بياخده التحد احنا هنقف عند الجزية دي وعشان كده عايز اقولك قولا واحدا انك تستسل ان الافكار دي السارق لا يأتي الا ليسرق ويزبح ويهلك لازم هيجرك لخطيئة ما وانا زنب ايه لا زنبك انك سكتله يعني ايه قاوموا ابليس فيهرب منكم قاوموا راسخين في الايمان مدام مذاق وطعم اه الصوت والفكرة ان طعم روح ابليس متدوش فرصة مش عايز اسمعك بيظلموك انا عايز اتظلم انا عايز ابقى في المسيح اه دي حاجة لذيذة انا مش عايز حاجة لذيذة الا من ايد المسيح ده فلوس هتجيلك انا انا ماخدش غير عطية الله اللي من ايد الرب وهكذا لو عملت كده حتى تخطو اول خطوة للانفكاك من قيود ابليس واما الان فلتكوا محبة الله الاب نعم ابن الوحيد والشركة روح قدس مع جميعكم ها Gothic ترجمة نانسي قدس معينه